الناس زمان من خمسين ستين سنة مئة عام كانت تغتاب واحد اتنين يغتاب اخوه اللي ظلمه في المراث والد زوجته الذي اهانه امام الناس مثلا يعني جاره الذي تعد عليه بكلمة الان اصبح المسلمون في منتهى العجب يغتابون دولة بأثرها دولة ما هو رأى شرا من فلان من دولة كذا دولة كذا دي كذا مليون يقول لك اخي هؤلاء كذا وهذه الدولة يا حبا سبحان الله لو جاء كل واحد منهم يأم القيامة واخذ منه خمس حسنات بس او عشر حسنات والله صار مفلسا هتنذرون من المفلس هذا هو المفلس سبحان الله فنحن يجب ان لا نستقل بالذنب شوف القضية ليست في صغر الذنب ولكن القضية الاخطر التي لا يجب ان ننساها هي في حق من هذا الذنب في حق من انظر الى عظم من تعصي فلا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصي ثم ابن عطاء وضع قاحدة اغرب من الخيال قال لا صغيرة ان قابلك عدله يا الله ولا كبيرة ان واجهك فضله لا صغيرة مع اسرار ولا كبيرة مع استغفار ضعها موازين في الحياة يعني انت تستهين ان تغتب فلان لا يا خداء سبحان الله انا اذا غتبت مسلم صار اسوأ عند الله من هدم الكعبة ليه لو وضع شرف البيت وقدره في كفة وحرمة المؤمن لو وضعت حرمة البيت في كفة وحرمة المؤمن في كفة لا رجعت حرمة المؤمن قال ابن عمر يا كعبة الرحمن ما ابهك يوما اجملك يوما اعظم حرمتك عند الله لكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك فالانسان لما اغتب انسان بهدمه فلا تظن ان هذه صغيرة هذه كبيرة فالانسان لا يقع في فتنة ان هذه صغيرة وان الامر ابسط من هذا